موسيقى عنا من يجب صياء رمضان يجب صياء رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام ولا يصح من حائض ونفساء ويجب عليهم القضاء هل يصح الصيام من الصبي غير المميز؟ لا يصح الصيام من غير المميز ما هي الأعذار التي يجوز بها الفطر؟ يجوز الفطر لمسافر قبل الفجر سفرا طويلة إذا كان سفره في غير معصية ولحامل ومرضع خافتا على نفسيهما أو على ولديهما وعاجز عن الصيام لكبر سن أو مريض تجب الفدية على العاجز عن الصيام لكبر سن أو مرض لا يرجى شفاؤه وتجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد أن يجهضا أو يقل النبن أي الحليب فيتضرر الولد وتجب الفدية على من كان عليه قضاء من رمضان فأخر صيامه حتى جاء رمضان آخر بلا عذر وتتكامر الفدية بتكرر السنين ومقدار الفدية عند الشافعية مد وهو حفنة بكفي رجل معتدل عن كل يوم من غالب قوت البلد والقوت هو ما يعيش به البدن كالقمح ويجزئ في كل البلاد ولا يجزئ الدقيق أي الطحين وتدفع الفدية عن كل يوم في يومه ولا يقدم الدفع كله أما الفدية عند الحنفية فهي نصف صاع من قمح أو صاع من شعير أو أرز أو تمر أو قيمة ذلك ولو بالعملة الورقية ولا تجب عندهم على المريض والمسافر والحامل والمرضع ولو خافتا على ونديهما لعدم ورود نص فيهم وتجب في الشيخ الفاني لورود النص فيه ونصف الصاع من قمح ألفان ومئة وخمسة وأربعون دراما تقريبا ويصح إخراجها عندهم ولو في أول الشهر كما ذكر ابن عابدين في حاشيته وذكر بعضهم أنه يصح أن يدفعها في آخر الشهر عن الشهر كله لا هي فرائد الصيام فرائد الصيام اثنان النية ليلا والإمساك عن المفطرات نهارا وتجب النية لكل يوم من رمضان وكمال النية أن يقول بقلبه نويت صوم يوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى والاحتساب هو طلب الأجر ويكفي عند الإمام مالك أن ينوي في ليلة اليوم الأول من رمضان عن الشهر كله ما لم يطرأ مانع من تتابع صيامه كمرض كأن يقول بقلبه نويت صوم شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى ويجوز للمرأة عند المالكية أن تنوي عن الشهر كله في ليلة اليوم الأول من رمضان فإذا حاضت أثناء الشهر ثم انقطع الدم فيكفيها أن تنوي نية واحدة لما بقي من الأيام لأن النية عندهم تصح لما يكون التتابع فيه لازمان وتتابع الصيام في رمضان هو شيء لازم هل يجب تبييت النية للصيام في رمضان يجب تبييت النية لكل يوم من رمضان بأن ينوي ليلا بين غروب الشمس وطنوع الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه ابن حبان فإن نسي تبييت النية لزيمه الإمساك وعن المفطرات بقية النهار وقضاء هذا اليوم عما يجب الإمساك أثناء الصوم يجب الإمساك عن الأكل والشرب والجماع والاستناء وهو استخراج المني بخير جماع من نحو اليد والاستقاءة وهي استخراج القيء عندا بنحو إدخال إصبعه في فمه ويجب الإمساك عن الردة أي الكفر سواء كان بالقول كسب الله والعياذ بالله أو الفعل كسجود لصنم أو شيطان أو الاعتقاد كاعتقاد أن الله له شكل أو حجم أو أنه يسكن مكانا أو جهدا أو اعتقاد أنه جالس على العرش وينزل حقيقة ويصعد والعياذ بالله ويجب على من وقع في الردة أثناء الصيام الرجوع فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين وليس بقول أستغفر الله وأن يمسك عن المفطرات بقية النهار وأن يقضي هذا اليوم بعد يوم العيد فورا ويجب على الصائم الإمساك عن إدخال شيء له حجم إلى جوفه من منفذ مفتوح الفم والأنف فمن تناول شيئا له حجم فدخل في جوفه من منفذ مفتوح أي تجاوز مخرج الحاء من فمه أو تجاوز الخيشوم وهو منتهى الأنف أو أدخل إصبعه في دبوره ولو مقدارا قليلا وراء ما يفرك عند الاستنجاء أفطر أما ما جاوز الإحلين وهو مخرج البول ففيه خلاف في مذهب الشافعي والمعتمد أنه لا يفطل أما لو أدخلت البرأة إصبعها في فرجها فوصل إلى ما وراء ما يظهر من فرجها عند قعودها على قدميها لقضاء حاجتها أفطرت ومن ابتلع ريقه الخالص الطاهر من معدنه وهو الفم فإنه لا يفطل أما إذا ابتلع ريقه المفتلط بغيره من الطاهرات أو ريقه المتنجسة فإنه يفطل وشرب السيجارة مفطئ لأن السيجارة ينفصل منها أجزاء لطيفة تدخل الجوف أما مجاورة شارب السيجارة فلا تؤثر ويعفى عن بخار الماء الساخن في الحمام ودخان الحطب وبخار الطعام أما إن تعمد وضع رأسه فوق الإناء واستنشق بخار الطعام بحيث دخل إلى جوفه فإنه لا يوفى عنه حينئذ ما حق من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان وهو صائم من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب أن يتم صومه فإن لا أطعمه الله وسقاه أواه البخاري هل القيء مفطر؟ إذا استقاء بنحو إدخال إصبعه أفطر أما لو غلبه القيء ولم يبلع شيئا من ضيقه المتنجس فلا يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء وإغلبه فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه قضاء أواه الترمزي والنسائي هل القطرة في العين أو الأذن مفطرة؟ القطرة في العين لا تفطر في مذهب الإمام الشافعي ولو شعر بطعمها في حلقه واختلف أصحاب الشافعي في الأذن هل هي الألفذ مفتوح أم لا؟ فقال قسم منهم ما دخل الأذن وجاوز الظاهر إلى باطنها أي جاوز خرق الأذن من ماء أو دواء أو دهن مفطر وقال قسم لا يفطر لأنه كتشر بالمسال